يا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أقامنا الله في مقام الشهود والشهادة ومقام أيضا مقام ومقام التكريم فلا تنزلوا بأعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم المشينة إلى الدرك الأسفل أو أن تنزلوا بأنفسكم يعني لا تؤاخذوني نحن في مقام الله رفعنا ورفعنا لك ذكرك فنحن نرتفع مع النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا هكذا عودوا إلى عزكم عودوا إلى دينكم عودوا إلى قرآنكم عودوا إلى سلمكم الذي تستمدونه من الكتاب والسنة حياة النبي عليه الصلاة والسلام مهما شكك المشككون ومهما أخافكم المخيفون ومهما يعني أرعدوا وأزبدوا كما قال سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه والله لو جالتمون بالسيوف حتى بلغتم بنا برك الغماد لعلمنا أي نحن على الإيمان الصادق أننا صالحين على الحق وأنكم على الباطل نعم المكم المهم يشهدهم فيقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باختصار إننا قد بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة ونصحنا الأمة وأشفقنا عليهم فيقول ومن يشهد لكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول تشهد لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام فتشهد الأمة اشتركوا في القناة